في اليمن نظام الرئيس علي عبدالله صالح بمساعدة من وصفوهم بالإرهابيين في السيطرة على محافظة أبيان وقال بيان صدر عن قيادة الجيش المؤيد للثورة إن نظام صالح يقوم بإمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح كما رفض إشراك قوات الجيش في المعارك ضد المسلحين وقال البيان إن نظام صالح أوعز إلى بعض عناصره من منتسبي الأمن القومي لقيادة العمليات الإرهابية في زنجبار بعد أن أعطى توجيهاته إلى الأمن والوحدات العسكرية تابعة للنظام في المحافظة إلى الانسحاب منها ليتسلمها الإرهابيون مع كل ما فيها من عتاد